السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن معلمات الصف الأول الأساسي من رياض ومدارس الوطن العربي المدرسة الفاضلة سوف نقدم لكم اليوم درس الحروف للغة العربية فلنبدأ عزاء الطلبة بحرف الغين خيا عزيزي الطالب لنتعرف سويا على شكل حرف الغين وطريقة كتابته قبل البدء بتعلم طريقة كتابة حرف الغين هل تذكرون حرف العين الذي تعلمناه سابقا؟ حرف الغين يكتب بنفس الطريقة ولكن فوقه نقطة هيا نشاهد سويا حرف العين فوقه نقطة مرة أخرى حرف العين فوقه نقطة أحسنتم مرة أخرى حرف العين وفوقه نقطة لنشاهد سويا كلمات تبدأ بحرف الغين كلمة غاضب غاضب هنا حرف الغين بأول الكلمة ولكن هل تذكرون المد القصير وهي الحركات؟ ما هي؟ الفتحة أحسنتم والضمة والكسرة أحسنتم هنا ما نوع المد القصير على حرف الغين؟ فتحة ويلفظ غ غاضب يلفظ غ غاضب غاضب أحسنتم غراب ما نوع المد القصير هنا؟ ضمي أحسنتم وتلفظ غ غراب يلفظ غراب أين درسنا الغراب؟ أحسنتم في درس الغراب والجرى درسناه سابقا أبطال غ نوع المد القصير هنا؟ كسرة أحسنتم غ ذاء غ ذاء أحسنتم يا أبطال أما الآن فنشاهد كلمات في وسطها حرف الغين في وسط الكلمة مثل كلمة مغرفة هنا شكل الغ في وسط الكلمة مغرفة مغرفة ببغاء يا سلامة أحلى ألوان الببغاء هنا شكل الغ في وسط الكلمة شكله في وسط الكلمة مغناطيس أين درسنا المغناطيس يا أبطال؟ في درس العلوم أحسنتم هل تذكرون ماذا كان يجذب المغناطيس؟ نعم يجذب الحديد والنحاس أحسنتم يا أبطال نشاهد كلمات تنتهي بحرف الغين مثل كلمة صمغ هنا كلمة صمغ يوجد حرف الغ هنا آخر الكلمة ولكنه متصل متصل إذن يوجد شكل الغ هنا آخر الكلمة متصل نشاهد كلمة أخرى سبغ هنا أيضا شكل الغ في آخر الكلمة متصل متصل دماغ هل هنا أيضا شكل الغ في آخر الكلمة متصل؟ هل هو متصل؟ أحسنتم يا أبطال هنا شكل الغ في آخر الكلمة منفصل دماغ دماغ أحسنتم يا أبطال وهو يستخدم؟ للتفكير يا أبطال هيا لنرى مجموعة من التمارين أي الكلمات التالية تبدأ بحرف الغين؟ غاضب أحسنتم يا أبطالي كلمات في وسطها حرف الغين مغرفة بلافو كلمات تنتهي بحرف الغين هل هو الغراب أم ببغاء أم صبغ؟ صبغ أحسنتم يا أبطال أحباء الطلبة سوف نبدأ الآن بحرف الصاد جاهزون؟ هيا لنبدأ سوف أقوم بتوضيح كتابة حرف الصاد بشكل أوضح هيا عزيز الطالب تابع معي هنا يوجد شكلان لحرف الصاد بأول الكلمة وفي آخر الكلمة سوف أقوم بالأول بوضع نقطة ورفع فوق السطر بعد ذلك أقوم بإغلاقها وسن صغير بعدين صحن مرة أخرى نقطة برفع قبة بسكرها وسن صغير بعدين انزال صحن تحت الصدر بسكرها هيا طريقة أحسن طريقة كتابة حرف الصاد هناك طريقة بكتبها الطالب غلطة اللي بتكون بالعكس وطريقة ثانية لما يجي كتبها من غير سن هيا الطريقتين خطأ طريقة صح نقطة برفع لفوق السطر مثل القبة بغلقها سن صغير بعدين صحن تحت السطر بعد أن تعلمنا طريقة كتابة حرف الصاد بشكل صحيح الآن سوف نشاهد كلمات تبدأ بحرف الصاد هيا نبدأ أول كلمة صاروخ هنا شكل حرف الصاد في أول الكلمة صاروخ صندوق مع الضمة ص يلفظ ص صندوق ص مع الكسرة ص صينية يلفظ ص مع الكسرة يلفظ ص ص قبل أن نشاهد كلمات في وسطها حرف الصاد إذن يلفظ حرف الصاد مع الفتحة ص مع الضمة ص مع الكسرة ص نشاهد الآن كلمات في وسطها حرف الصاد أ أصابع أ أصابع أ أصابع أ أصابع أ أصابع عصفور شهدوا شكل الأص هنا في وسط الكلمة في وسط الكلمة أصابع بص 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 هنا أيضا شكل الأص في وسط الكلمة بص بص لنشاهد الآن كلمات تنتهي بحرف الصاد لنشاهد هنا كلمة قميص شكل الأص هنا في آخر الكلمة إذن نكتبها آخر الكلمة لها صح تحت السطر لنشاهد كلمة أخرى إجاص ما شكل الأص هنا يا أبطال؟ آخر الكلمة أحسنتم إجاص هل تحبون الإجاص؟ إنه مفيد جداً ميقص ميقص إنه خطير تعدوا عنه ولا تلعبوا به ميقص ميقص هيا يا بطال لنرى هل أنت رائع؟ أي كلمة تبدأ بحرف الصاد؟ تبدأ هنا عصفور عصفور أم صندوق أم بصل بصل صندوق عصفور هيا فكر أحسنتم صندوق أبطال كلمة أخرى في وسط الكلمة حرف الصاد هل هي إجاص؟ إجاص أم أصابع أم صندوق؟ أحسنتم أصابع الآن سوف نقوم بكتابة حرف الصاد مع المد القصير وهي الحركات الفتحة والضمة والكسرة ومع المد الطويل ما هو المد الطويل؟ اللي هو الحرف اللي هو الحرف مع حروف المد هل تذكروني يا أحبائي ما هي حروف المد؟ أحسنتم أ أو إ إذن الآن سوف نقوم بكتابة حرف الصاد مع حروف المد ومع الحركات لنشاهد ماذا نلفظ هذا الحرف؟ مع الفتحة ص ص إذا ضفنا له الأ أصبح ص ص لنتابع نكتب حرف الصاد مع الضمة ونلفظه ص نلفظه ص مد قصير عندما نكتب الأو نمصلها مع الأو تصبح ص أصبح مد طويل ص إذن أصبح عندي المقطع الأول ص والمقطع الثاني ص والآن نقوم بكتابة المقطع الثالث وهي ص مع الكثرة ص مع الإي أصبح ص مع الإي أصبح ص إذن المقاطع عندي ص ص مقطع الثالث ص ونكرر هذه العملية مع باقي الحروف عندما تتصل مع الحروف المقاطع